موسيقى 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 سلام بنات اليوم جيتكم فيديو جديد الفيديو دي اليوم سوف نحطر معكم صدر الدكرومي اللي يأتي اكثر من رائع من قبل ما يبدأ اشتراك بالنسبة للمكونات عندي 1.5 كيلو بالنسبة لبطاطا يبقى حسب الكمية وحسب أفراد العائلة عندي كذلك 400 جرام صدر الدكرومي بصلة 1.5 كيلو 1.1 محكوكة عندي قصبور المعدنوس بالنسبة لقصبور المعدنوس لجوش كميات كمية البطاطا والصدر الدكرومي بالنسبة لتوابل الملح فلفل أحمر فلفل أسود كذلك بودرة التوم وزيت النباتية وزيت الزيتون ثم الفروماج أحمر مبشور وفروماج مربعات بالنسبة للسلسطة البيضاء أو السلسطة البشاميل نحتاج نصف لطل حليب جوج مع القدقيق أبيض ثم ملعقة كبيرة زبدة نزل الطريقة على بركتي الله أول حاجة نضع فيها الماء ونضيف لها قليل من الملح نبدأ في استقطاع البطاطا بالنسبة للبطاطا حسب الكمية كما قلت لكم في اللول حسب الأفراد العائلة وحسب الكمية التي ستعملون تومة نقطع مربعات كبيرة نقوم بقمر نقطع مربعات كبيرة حتى نكملها كاملة بعد أن أكمل البطاطا وضعتها فوق النار ثم نضيف 1 مقلات وضعها تسخن ثم نضيف لها قليل من الزيت النباتية ثم نضيف لها قليل من الزيت النباتية ثم نضيف حبة بصل التي نضيف حجم قليلا متوسط بهذا الشكل كما ترى نحرك فيها حتى تشحر لنا جيدا وتنزل ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم نطوك قطع 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 من الوسط أحرك الكل جيدا حتى يتشحر لنا قطع صدر ديكرومي ونزل كذلك حتى هو أحرك الكل جيدا ثم في الأثناء نضيف التوابل بالنسبة للتوابل لدي هنا ملعقة صغيرة دي الفلفل الأحمر ربع ملعقة صغيرة دي الإبزار عندي ملعقة صغيرة دي الكركم ثم الزنجبيل كذلك ثم الملح وآخر ما نضيف بودرة التوم نحرك الكل جيدا ثم الزنجبيل ثم نضيف بودرة التوابل جيدا مع البصل وصدر الدكارومي نحرك فيه حتى يتشحر اليه جيدا ويقرب يطيب ثم نضيف مطيشة اللي حكا مع التحريك ثم نجد الكل يطيب غير في الماء دي الطماطم أو مطيشة ثم آخر ما نضيف ثم نضيف نضيف هنا عندي ملعقة كبيرة ونصف نحركهم جيدا كما تشوفوا الحشوة را تشربت لي جيدا ثم نحرك الكل من بعد ما يبال لي دي القطع الدجاج والبصل تشرب داك المرق اللي كان فيهم فهذا الأثناء كان تفعلهم النار من بعد كان دوز نحط البطاطا اللي وضعتها تسقطر مسبقا كان نوضعها في هاد الالة ثم كان نطحنها أو ممكن تستعملوا غير فرشيطة و تبدو تضغطوا عليها بحلكة معكوها وهي سخونة حتى تحصلوا على هاد القوان بهذا الشكل بالنسبة الكمية دي البطاطا أنا اللي استعملت الكمية اللي اعطتني هي هادي كنضيف لها ملعقة كبيرة ونسب دي القصبور والمعتنوس اللي فارما هم بينين كنضيف كذلك قليل من الفلفل أسود أو الإبزار والملح بالنسبة الملح أنا هنا ما غديش نكترو لانا غدي نستعمل الفروماج أحمر مربعات اللي ممكن تعوضوه بالفروماج متلتات أو فروماج كريمي أو فروماج كريمي نضيف كذلك زيت الزيتون بالنسبة كما كتعرفوا البطاطا المسلوقة كتوتها معها بزاف زيت الزيتون تقريبا أنا هنا وضغط ثلاثة المعالق كبار دي الزيت الزيتون اللي غنوضع في القراطا ومسبقا دهناه بالزيت ممكن تستعملوا أي مول عندكم كناخد نصف الكمية دي الزيتون كما كتشوفوا بهذا الشكل كنصرحها جيدا على الإطار في الأسفل دياله ويكون نوزعها بشكل متساوي ما تجينيش جهة غليظة أو جهة رقيقة خاص يكون تقريبا المستوى دي الزيتون ويكون بحل بحال كنصرح فيها جيدا حتى نبسطها على المول كامل من بعد ما وزعت البطاطا على الإطار كامل بهذا الشكل كما كتشوفوا فهذا الأثناء كنجيب الحشوة شكل الحشوة كما كتشوفوا راكي جي رائع وحتى الماضاق كيجي أكثر من هائل كنصرح كنصرح على الإطار كامل في الوسط والجوانب هذا الشكل وبالنسبة لكمية صدر الدكرومي أو ممكن تعوده بصدر الدجاج كيبقى حسب الكمية اللي كتبغيو نتومها كنبقى نوزع في الحشوة على الإطار كامل كمية اللي بقتلية البطاطا كمية كمية وزع كذلك جيدا على الإطار كامل بهذا الشكل من بعد ما كملت وضع البطاطا بهذا الأثناء كندوز نحضر الساس البيضاء أو السوس بشامل كنجيب كاسرول كنوضع فيها ملعقة زبدة كندوبها ثم نضيف لها جوج معرق دقيق كما كتشوفو هنا وخيبة لكم دقيق كور ما تخافوش منه مع التحريك ثم نضيف الحليب تدريجيا وأنا نحرك نصر الوقت نضيف الحليب كذلك بالنسبة لهذا السلسل إذا أريد أن تنجح معاكم كتعتمد على طريقة تحضيرها وكذلك ما توقفوش على التحريك جيدا نحركو بهذا الطريقة كما كتشوفو وأنا نضيف الحليب كم قمت استمره كما كتشوفو هنا بالنسبة للطقيق ردب كله وسط الحليب ثم نضيف قليل من الفلفل الأسود والملح وفي نص الوقت وانا نحرك ما كنتوقفش على الحراكة كم قمت نحركو هنا على القوام ديال السلسل بدكي عقاد كما كتشوفو وانا نحرك في نص الوقت إلا بغيتو هات السلسل نجح معاكم كتبقى كتعتمد على طريقة التحضير وكذلك ما كنتوقفوش عن التحريك هذا هو الشكل والقوام ديال السلسل اللي بغيت كما كتشوفو من بعد كنجيبو هي ساخنة وكنوضعها فوق القراتا لأنه لخليتو احتى بردات كتعقاد كم قنوزعها جيدا من بعد ما كملتها فهد الأثناء كم بدا نوزع الفروماج المبشور أحمر كم قنوزعه كامل على القراتا من بعد كندخل القراتا الفرن على درجة حرارة ميتين من فوق وتحت في نفس الوقت هذا هو الشكل النهائي ديال القراتا من بعد ما خرجتم من الفرن كما كتشوفو را الشكل دياله كيجي رائع والمضاق كيجي أكثر من هائل كنتمنى تجربوه وفهد الأثناء انقطع معكم واحد قطعة من الوسط بس شوفو الشكل دياله أكثر ممكن نحضره كوجبة غداء أو عشاء سهل في التحضير كذلك لا تقيدوش بالكمية كيبقى الكمية حسب الأفراد العائلة وممكن تعودو صدر الدكرامي بصدر الدجاج أو الكفتا وهد القراتا من الأحسن تناولوه وساخن لأن اللده تكون سخون كما كتشوفو شكل القطعة من بعد ما زولتها بديك السلسة البيضاء وكذلك الفروماج كنتم من تجربوه وطردوا عليا في تعليقات ديالكم وشكرا مع السلامة الى فيديو آخر وشكرا 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 وشكرا